نحل مع بعض بعض الأكسرسيز على الالكتريك تشارج والالكتريك فورس أول سؤال كومبليت باي كومبنشن what is the charge of the following الالكترونز طبعا نيجاتيف التعدكتب نيجاتيف البروتونز بوزيتيف النيترونز نو تشارج like تشارجز نواط and opposite تشارجز نواط each other like تشارج الشحنات المتشبهة بتطرد and opposite تشارج attract تشارجز بعضها what is the principle of conservation of charge مبدأ حفظ الشحنة الالكترونز are neither created not destroyed but are simply transferred from one material to another إذن الالكترونات أو الشحنات بصفة عامة لا تخلق ولا تتدمر أو تتلاشى ولكن بتنتقل من مادة إلى أخر a material through which electric charge can flow is بنسميها الكوندكتور الموصلات سؤال خامس a material that is poor conductor of electricity موصل غير جيد أو غير موصل ده بنسميه الانزوليتور أو العوزر an object A has a charge of post 2 microcoulomb and the other object B has a charge of post 6 microcoulomb which statement is true about the electric force on the object أي عبارة صحيحة أو بتدليلي على القوى الكهربية المتبادلة بين الجسمين وجهيب لأربع اختيارات هل FAB بتساوي FBA أو FAB بتساوي 3FBA أو FAB سالب FBA أو FAB سالب 3FA أول ما ترى إن شحنة 3 أضعاف الشحنة الأخرى تفكيرك هيروحها وطوله إن فيه قوة 3 أضعاف القوى التانية والكلام ده طبعا خاطئ وغير صحيح بالمرة لإن إحنا قلنا إن من خصائص القوتين اللي بتأثر بهم كل شحنة على الأخرى إنهم بيكونوا متساويين في المقدار ومتعاكسين في الاتجاه إذن الاختيار الصحة هو إن FAB هيساوي سالب FBA السؤال التالي عبارة عن مثال The electron and proton of hydrogen atom بيقولي إن زرة الهيدروجين عبارة عن بروتون في النواة وإلكترون بيدور في مدار خارج النواة R separated by a distance of approximately المسافة الفصلة بينهم اللي هي R أعطيني قيمتها 5.3 من 10 ضرب 10 أو السلب 11 متر Find the magnitude of the electric force between the two particles أوجد مقدار القوة الكهربية المتبادلة بين الشحنتين بعود تعويض مباشر في قانون كولوم F هي تساوي سابت كولوم مقدار شحنة الكترون اللي هي الشحنة الأولى في مقدار شحنة البروتون طبعا القيمة المطلقة على مربع المسافة بينهم بعود سابت كولوم عندي تقريبا 9 ضرب 10 أو 6 9 المغنيتود لشحنة الكترون والمغنيتود لشحنة البروتون على مربع المسافة قدرت أحسب الالكتريك فورس المتبادلة بين الشحنتين مثل آخر 2 charges Q1 equal 4 نانو كولوم 4 نانو كولوم وضعنا شحنة تانية Q2 على مسافة واحد متر من الشحنة Q السؤال compute the value of Q2 احسب لمقدار الشحنة Q ايه الكيل اللي أحل بالمثال الكيل اللي هو قال لي ان الشحنة Q هتظل سبتة أو محصلة القوة اللي هتقصر عليها تسوي صفر أنا عندي كم قوة هتقصر علي الشحنة Q قوتين F1 Q and F2 Q الشحنة هتقصر بها F1 على Q والشحنة هتقصر بها F2 على Q عشان المحصلة تسوي صفر لازم القواتين يكونوا متساويين في المقدار يبقى كتبتني الاثنين متساويين عوضت بقانون كولوم قيمة القوة الاولى K Q1 في Q على R1 تربيع القوة التانية اللي بتقصر بها Q2 على الشحنة Q K Q2 في Q على R2 تربيع اختصرت ال-K مع ال-K وال-Q مع ال-Q يبقى عندي Q1 على R1 تربيع هتسوي Q2 على R2 تربيع القيم كلها موجودة Q1 أربعة نانو كولوم على R1 تربيع ربعة لتنين أربعة Q2 قيمتها غير معلومة على المسافة مربع المسافة بين الشحنتين واحد تربيع وواحد ضربت طرفين في وسطين وطلعت لـ Q2 1 نانو كولوم ترجمة نانسي قنقر